أحمد حامد لملس القفز بلا مظلة هكذا يبدو مشهد ما عرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي في الأيام الأولى من تشكيله والذي قُبل برفض واسع على طريقة ذلك الرفض الذي شهده المجلس السياسي لتحالف الانقلاب في صنعه لا يوجد اعتراف إقليمي أو دولي فيما توالت الإعلانات والانسحابات من المكون والتنصل الذي جاء على هيئة بيانات أصدرها من شملتهم قائمة عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك وبحسب متابعين فإن الجنوب بين القضية والأشخاص الذين يحاولون تملك القضية يعيش لحظات وهم متبادل بين أطراف محلية وإقليمية تغرد خارج السرب الإجماع اليمني والعربي والدولي في لحظات مفصلية وحساسة تهدد مصير اليمن والمنطقة بعد البيان الرئاسي الذي حمل موقفا رافضا لما أسمها بالكيانات المناطقية توالت ردود المواقف المحلية والخليجية والعربية التي أعلنت موقفا واضحا وصريحا أنها مع وحدة اليمن وسلامة أراضيه بيان مجلس التعاون الخليجي حمل خلاصة الموقف الخليجي الداعم للتحالف العربي في اليمن لاستعادة الشرعية وجاء البيان من المجلس كونه الراعي للعملية السياسية في اليمن منذ ثورة الشباب وثيقة جمال بن عمر الختامية في مؤتمر الحوار الوطني والتي أودعت في مجلس الأمن حملت دعوة كافة القوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني مجلس التعاون الخليجي لرعاية مخرجات الحوار الوطني وهما يعده مراقبون سبب صدور البيان من المجلس الرافض لتقسيم اليمن المجلس الانتقالي الذي أصبح على طاولة الجنوب بات عبءا مضافا إلى أعباء معركة استعادة الدولة في اليمن وهو الورقة ذاتها التي فتحت أكثر من احتمال على السيناريوهات المستقبلية للمعركة بين من يرى أن ثم تتيارا متطرفا في الحراك يشكل عائقا أمام مشروع استعادة الدولة ككيان مقابل للانقلاب في الشمال وبين من يرى أن إعلان كيان سياسي في الجنوب لا يخرج عن كونه ورقة ضغط سياسية مشروعة جوهرها الحق في الشراكة